موسيقى مشاهدين الكرام أهلا بكم إلى هذه الحلقة من حوار الساعة نناقش فيها الهجمات التي نفذها تنظيم داعش وتلك المرتبطة بتنظيم القاعدة خارج ساحات القتال في سوريا والعراق انتهى العام الماضي بواحدة من أبشع الصور الإرهابية كانت مدرسة للأطفال مسلحا لها في مدينة بيشاور بباكستان قتل فيها نحو 150 شخصا بينهم أكثر من 130 طفلا وافتتح العام الجديد بسلسلة هجمات تعرضت لها فرنسا واعتبرت الأخطر في أوروبا منذ عقود وحظي لبنان بنصيبه من خلال عملية إرهابية مزدوجة طالت العديد من الأبرياء بين باكستان وفرنسا ولبنان وقبلها العراق وسوريا الجهة الإرهابية واحدة وإن اختلفت التسميات هنا داعش وهناك جبهة النصر وهناك طالبان والقاعدة في باكستان ردت السلطات بحملة إعدامات طالت العديد من الموقفين وفي باريس شهد العالم أكبر حملة تضامن دولية وتحضيرات لاستراتيجية أمنية جديدة مع سلسلة اجتماعات انطلقت وستستمر أما في لبنان فرد الفعل كان بتحرير سجن رومي المركزي من سطوة الجماعات الإرهابية التي كانت تدير التفجيرات من داخله فهل نحن أمام نهج جديد للتنظيمات الإرهابية وهل تأتي عمليات باريس ولبنان في سياق توسيع نطاق هاجماتها أم ردا على التضييق الذي باتت تتعرض له في سوريا والعراق لمناقشة هذه الأسئلة وغيرها يسعدنا أن صديفة من العاصمة البريطانية لندن السيد تشارلز شوبرج وهو محل الأمني وضابط سابق في مكافحة الإرهاب وهنا في استوديو الميادين الأستاذ غالب قنديل رئيس مركز الشرق الجديد للإعلام والدراسات في بيروت أهلا بكم طبعا قبل أن ندخل في حوارنا سوف نتوقف مع تقرير يصلت الضوء على خلفيات الهجمات الإرهابية الأخيرة عده الزميل قاسم عز الدين ردود الفعل العفوية الأولى ضد الإرهاب في باريس ذهبت في اتجاه حث مسؤولي أوروبا على عدم التدخل في سوريا أو مالي وغيرها لكن صناعة الرأي العام وجهت الغضب وجهة مناصرة آراء شارل إبدو المحركة للإسلاموفوبيا في البداية ثم تاليا وجهت أنا شارلي أنا شرطي أنا يهودي على وقع خطى نتنياهو مزهوا بنجومية الطبقة السياسية تلقف قادة أوروبا وصية واشنطن بتشديد قبضة الشرطة فالجمهورية التي يعزى إليها النموذج الأوروبي في المواطنة تتوعد بالعصى والمترقة علينا أن نخوض الحرب في الداخل كما نخوضها في الخارج بحسب أحد قياديي الأجهزة الأمنية الفرنسية لم يلتفت زعماء أوروبا الذين يحلوا لهم وصف أنفسهم بأحفاد العقلانية الديكارتية إلى عدم خوض حروب الخارج كي توفر خوض حروب الداخل لم يسألوا عن هروب زوجة أحد المهاجمين حيات بوميديان إلى تركيا كما قال أحمد داوود أوغلو ولم يتساءلوا عن تخذية الجماعات المسلحة في تنقلها عبر تركيا من أوروبا إلى سوريا والعراق وفق رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق فليب دوفيلبان وقائع الاحتفالية المليونية تمهد لتشديد وثائق الترابط الأوروبي مع واشنطن وإسرائيل في مسعى توظيف الإرهاب لغايات ومصالح مشتركة في الداخل الأوروبي يمكن طورية الضواحي بين مترقة اليمين العنصري وسندان الجماعات الإرهابية التي تقضي على نمو تأثير الجاليات الإسلامية في أوروبا كما نشهد بعض التحول من مناصرة فلسطين إلى التماهي مع إسرائيل في بلاد العرب والمسلمين يأمل زعماء أوروبا تزايد فرار الجماعات لكن من دون عودة يأملون استمرارهم في تدمير سوريا وغيرها بل في زيادة الشيء من الشيء نفسه إذن أبدأ من لندن مع سيد شارلز شوبرج سلسلة اجتماعات أمنية أوروبية عقدت وسوف تستمر بالإنعقاد هل أدركت أوروبا جديا أنها في عيني عاصفة الهجمات الإرهابية؟ هل سنكون أمام استراتيجية أمنية جديدة لأوروبا؟ أعتقد أن الساسة الأوروبيين والديبلوماسيين ورؤساء الأجهزة الأمنية يجب أن ينظروا إلى هذا التهديد بطريقة متعددة الأطراف وأن يتطرقوا إليه بنفس الطريقة على سبيل المثال كما رأيت منذ قليل وكما سمعت في هذا التقرير الذي قدمتمه يوجد تنسيق ويوجد تزامن بينما يحصل في السياسة الخارجية الأوروبية في سوريا والعراق وليبيا وفي بلدان أخرى في السنوات الماضية وأيضا المشاكل التي باتت اليوم على عتبة أوروبا والتي اليوم تجلت بطريقة دموية لبريطانيا ولفرنسا ولبلدان أخرى كثيرة إلى ذلك نشهد اليوم على وضع بات فيه من المتأخر جدا أن نمنع المقاتلين من الذهاب إلى سوريا وأن نمنع عودتهم إلى البلاد ولكن على المدى البعيد هناك بعض المشاكل التي لابد من التطرق إليها بنسبة إلى السياسة الخارجية وأيضا بنسبة إلى الاعتداءات التي وقعت في فرنسا وفيما يتعلق بكيفية عمل الاستخبارات الأمنية وفعالية التدابير التي تخذت في السنوات الماضية وحاليا ولكن على المستوى المباشر لابد من استهداف الأشخاص الذين كانوا مسؤولين عن هذه الاعتداءات وعن تنصيق هذه الخلايا الأمنية وأيضا لابد من توفير أمن جسدي ومادي للأشخاص الذين يعتبرون عرضة لتعرض لهذا النوع من الاعتداءات مثلا في لندن في سنة 2005 حصلت اعتداءات مماثلة وفي 2004 في مدريد بالإضافة إلى ذلك حصلت اعتداءات كثيرة أخرى في بريطانيا واعتداءات سابقة أخرى في فرنسا كل ذلك من وجهة نظر وكالات الأمن والحكومات الأوروبية يعتبر دليلا متناميا على تنامي وزيادة خطور الوضع في الشرق الأوسط وكفيات تجليه اليوم ونعكاساته وظلاله التي تلقى على الأوروبي سيد شوبرج لكن على مستوى المتغيرات التي يمكن توقعها في السياسة الأمنية لأوروبا أيضا على مستوى التحرك داخل دول أوروبا أو من خارج أوروبا إلى داخل أوروبا هل يمكن أن نرحظ تغييرات في السياسة الأمنية أو التعامل مع الخارج في أوروبا؟ نعم لا شك برأيي في أننا سوف نرى صرامة أكثر في هذه التدابير الأمنية لربما ليس في كل البلدان الأوروبية ولكن على الأقل في بلدان منطقة الشنغان يجب من المفترض أن يكون هناك حراق حر للأفراد ولكن مع تزاود الأشخاص الذين تحركون ما بين بلدان القارة من الصعب جدا أن نفرض سيطرة تامة على حراكها للأشخاص وبريطانيا عازمة على إدخال بعض التدابير التي تسمح للحكومة بردع إن أمكننا أن نقول هذه الكلمة وأن نستخدمها إذن ردع تدفق هؤلاء الجهاديين إلى العراق وإلى سوريا ومنع عودتهم إلى المملكة المتحدة ومن شأن فرنسا أيضا وبلدان أخرى أن تتخذ تدابير مماثلة لكن في الحقيقة لم نشهد فعلا على عدم إدراك أو على جهل من جانب أجهزة الاستخبارات الأوروبية بشأن تحركات هؤلاء الأشخاص الاعتداءات مثلا التي حصلت في المملكة المتحدة لطالما كانت وباستثناء حالات نادرة جدا حيث كان هناك أشخاص ذوي احتياجات عقلية خاصة ومشاكل نفسية خاصة لكن في معظم الحالات عرفت أجهزة الاستخبارات البريطانية أن هؤلاء الأفراد سوف يقومون بشن هجمات من هذا النوع ولكن تلك الأجهزة لم تتخذ القرارات السليمة والصائبة لمنع هؤلاء الأشخاص من شأن عدداتهم سنعود نتحدث عن موضوع عودة المقاتلين إن كان من بريطانيا أو بعض الدول الأوروبية الذين ذهبوا للقتال في سوريا وفي العراق إلى الدول الأوروبية وخطورة ذلك أستاذ غالب قنديل لبنان أقرب من أوروبا ربما إلى عين العاصفة إلى سوريا وإلى العراق شهدنا في اليومين الماضيين هجوما انتحاريا مزدوجا في شمال لبنان أدى إلى سقوط العديد من الشهداء عقبه اليوم رد فعل في سجن رومية الذي تبين أنه كان مركزا لتشغيل الكثير من المجموعات الإرهابية لكن السلطات اللبنانية ألم تتأخر في هذا الفعل؟ ألم ندع هذا المشروع الإرهابي يكبر؟ بدون شك القرار بمعالجة الوضع الشاذ في سجن رومية هو قرار جاء متأخرا كثيرا والسلطات اللبنانية عانت من حالة من الشلل والسلبية طيلة سنوات مضت بسبب المواقف السياسية لبعض الأطراف الرئيسية في الواقع السياسي اللبناني وهذه الأطراف كانت تقدم تغطية لنشاط الجماعات التكفيرية والتنظيمات الإرهابية على الأرض اللبنانية تحت العنوان الأبله الذي لا يزال يتكرر في كثير من أنحاء العالم تحت مسمى الثورة السورية الجماعات المسلحة التي حشدت من قبل تنظيم الإخوان المسلمين وجماعات التكفير والإرهاب ومولت من قبل دول الخليج وتمت رعايتها من قبل دول الناتو كانت مخابرات الفرنسية تقيم غرف عمليات في الشمال اللبناني لرعاية مسلحين في مدينة حمص وخلال معركة باب عمر شهدنا السفير الفرنسي السابق على الحدود اللبنانية السورية ينتظر تهريب بعض العناصر الاستخباراتية التي كانت تشارك في المعارك على الأرض السورية لبنان يدفع كلفة تورط بعض الأطراف اللبنانية في العدوان على سوريا اليوم هذه الأطراف تراجع مواقفها سواء بسبب التحدي الذي تعيشه قاعدة تيار المستقبل الجاري العمل على تجويفها من قبل المجموعات المتطرفة مما أوجب على قيادة هذا التيار أن تراجع سياساتها وبفعل تأثير المواقف الغربية والخليجية المتحولة بسبب دنو التهديد الإرهابي وارتداده على مصالحها وعلى وجودها بشكل مباشر وهم حلفاء يؤثرون في خلاصة القرار السياسي لتيار المستقبل هذا أنتج معطيات جديدة طبعا ليس إنجازا عظيما يستحق الاحتفال أن تتمكن دولة تقول أنها ذات سيادة من أخذ قرار يتعلق بوضع سجناء داخل أحد سجونها يعني هذه إذا شئت كانت مهزلة في الواقع اللبناني أن يتمكن إرهابيون من استخدام السجون الرسمية كغرف عمليات لكن أن تحصل خير من أن لا تحصل تمام هي جيدة جاءت متأخرة نعم كان يفترض أن تتخذ قبل ثلاث سنوات وأربع سنوات أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي هذا ما يمكن أن نقوله وزير الداخلية اللبناني تحدث عن مربعات موت تحدث عن جرود عرسال تحدث عن مخيم عين الحلوة تحدث أيضا عن سجن رومي وطبعا قد تصل امتداداته إلى سوريا إلى العراق هل لبنان دخل في أتون الإرهاب أم ما زلنا نستطيع أن نرد هذا الإرهاب لبنان في الأتون من سنوات منذ أن بدأت تورط في الحرب على سوريا وقبل ذلك إذا شئت حرب البارد حرب مخيم نهر البارد وفتح الإسلام كانت واحدة من موجات الإرهاب التكثيري التي دعمت وقبلها معسكرات الظنية وقبلها أيضا الخلايا التي اغتالت الشيخ نزار الحلب وتواجد القتل في أماكن معروفة لدى الأجهزة الأمنية اللبنانية هذه البؤر موجودة ولكن الوقائع الناتجة عن إنجازات الجيش العربي السوري في المناطق المتاخمة للحدود اللبنانية لجهة الشمال والبقاع تحرك حزب الله الوقائي في صد الجماعات الإرهابية التكثيرية التي تشكل تهديدا للوضع اللبناني تحرك الجيش اللبناني وتوسع مساحة إجراءاته الوقائية على امتداد الأراضي اللبنانية ما جرى في طرابلس وغيرها خلال الأشهر الأخيرة من عام 2014 وبداية التحول السياسي الذي صاحب تشكيل حكومة الرئيس السلام كل ذلك يجعل الدولة اللبنانية في وضع أفضل على مستوى التصدي الوقائي والميداني لخطر التهديد التكثيري الذي ما يزال قائما سيد شورج كخبير أمني أنت عملت في مكافحة الإرهاب لسنوات طويلة كيف تفسر فشل المخابرات الفرنسية في كشف الإرهابيين الثلاثة مع العلم أنهم كانوا معروفين لديها الأخوان كواشي مدرجان في القائمة السوداء للمخابرات الأمريكية أحاطت أجهزة الأمن الفرنسية بهذا الأمر أحدهم قبع سنة ونصف سنة في السجن بتهمة انتمائه إلى خلية من خلايا تنظيم الإسلام المتطرف وكان من المعروف أن الأخوان تلقيا تدريبا في أحد معسكرات القاعدة في اليمن قاما بتجنيد العديد من المقاتلين وأرسلوهم إلى سوريا وإلى العراق كل ذلك لم تتنبه له الأجهزة الأمنية الفرنسية مع أن العملية التي قاموا بها هي عملية معقدة تحتاج إلى ترتيبات تحتاج إلى مراقبة تحتاج إلى أمور كثيرة نعم كل ما تقدمت به صحيح وهو من الواقع وأيضا من الطبيعي أن تراودنا شكوك وأسئلة بشأن مختلف الوكالات الاستخباراتية الأوروبية والأمريكية لكن هذا ليس فريدا من نوعه هذا أمر شائع لقد شهدنا على اعتداءات المماثلة سواء كان ذلك في بريطانيا وفي فرنسا وعادة يجب أن نعترف أن الاستخبارات والحكومات تنكر أنها كانت تعرف أو أنها كانت على إحاطة بهذه المجموعات أو هؤلاء الأفراد أما في الحالة الفرنسية فقد وقع الاعتداء بعد بضعة أيام أو بعد بضعة ساعات فقط من إدراك السلطات الفرنسية والاستخبارات الفرنسية بوجود هؤلاء الأشخاص وانتمائهم لتلك المجموعات ما حصل اليوم في فرنسا هو بمثابة استجابة من جانب الاستخبارات لتلك الاعتداءات والمناصرون لهذه الأجهزة في الأعلام وفي الرأي العام قد استخدموا حججا قوية جدا في الأيام الماضية لكن تم استغلال أيضا ما حصل بالنسبة إلى مجلة شارلي إبدو من أجل حشد المزيد من الدعم السياسي وتم استغلال هذه القضية لكن بمعزلا عن ذلك لأن هؤلاء الأفراد كانوا معروفين بالنسبة إلى الاستخبارات مثلا عندما حصلت عداءات شارلي إبدو لم يكن هؤلاء الأشخاص يعتبرون أولوية بالنسبة إلى الاستخبارات الفرنسية التي كانت تركز على أشخاص يشكلون أولوية أعلى بالنسبة إليها وهنا لا تكمن المسألة الأساسية المسألة الأساسية تكمن في عمليات صنع القرار داخل الاستخبارات الفرنسية والأوروبية وهذه مشكلة أيضا ما تروحة في بريطانيا وفي الولايات المتحدة أيضا مع تفجيرات بوستن وأيضا مع ما حصل مؤخرا في فرنسا في باريس لسبب أو لآخر فشلت الاستخبارات الفرنسية في تقييم التهديد الذي كان يطرحه هذان الأخوان أو سواهما من الإرهابيين وبالتالي لم يتعرضوا لأي مراقبة فعلية جسدية أو إلكترونية من حيث استخدامهم لشبكة الإنترنت أو أي عملية تحرك من جانبهم أيضا هذه المشكلة تطرح داخل كل الأجهزة الاستخباراتية ونحن لسنا متأكدين ما إذا كانت المشكلة تقتصر على ذلك أم أنها مشكلة الثقة الثقة التي كانت ربما تضعها الاستخبارات في هذين الشخصين الذين ربما عملا كمخبيرين لدى السلطات لا نعرف ذلك ولكن هذه المسألة يجب أن نتطرق إليها بغض النظر عن الموارد وعن سلطة الشرطة والاستخبارات يجب أن يتم تحسين عملية صنع القرار التي أثبتت فشلها على مر الزمن في أوروبا وفي بلدان كثيرة في أوروبا وفشل هذه الاستخبارات وهذه الأجهزة الأمنية في ترقب تلك الاعتداءات لا أحد يقول أن ذلك سهل ولكن هذه القدرة ساشلة جدا وهذا ما يحصل نتيجة نحن نتحدث عن أشخاص يحملون الجنسية الفرنسية وعاشوا في فرنسا الآن هناك المئات ربما قد يعودوا إلى أوروبا يعني جهاز الاستخبارات السويدي قال اليوم أن 130 مواطنا سويديا سافروا إلى سوريا والعراق للقتال عاد منهم قرابة الثمانين ومثل هؤلاء هناك أيضا في بريطانيا في فرنسا في هولندا في الكثير من الدول الأوروبية الآن أوروبا قد تستقبل المئات من هؤلاء الذين قاتلوا في سوريا وفي العراق كيف سيتم التعامل معهم نحن نتحدث قبل قليل عن أشخاص هم متواجدون ويحملون الجنسيات الفرنسية وقاموا بهذه الأعمال ببرودة أعصاب إذا صح التعبير بالضبط هذه مشكلة كبيرة الحكومة في بريطانيا على سبيل المثال قد اعتمدت خطة جديدة من أجل تطبيق سياسة الأقصاء بحق الأشخاص الذين يتركون بريطانيا للانضمام إلى هذه الحرب ولكن هناك الكثير من الأصوات التي تتعالى اعتراضا على هذه السياسة التي تعترض على قيام الدولة بسحب أي جنسية أو جواز سفر من مواطن بدون إثبات التهمة عليه أيضا إذا ما مثلا في لبنان وفي بلدان أخرى مثل بريطانيا وفي فرنسا هذه السياسة أيضا اعتمدت في السويد وفي بلدان أخرى هذه البلدان قد أغمضت عينها وغضت الطرف عن مشاركة مواطنيها في الحرب في سوريا واندمامهم إلى صفوف الجهاديين لربما السياسات الخارجية التي اعتمدت في الغرب كانت ترمي في السابق إلى الإطاحة بنظام الأسد ولكن اليوم لقد تبين أن الإنعكاسات السلبية لهذا التدخل في شؤون سوريا قد ألقى بظلاله على هذه البلدان هناك بلدان أخرى مثلا الدنمارك التي اعتمدت سياسات خارجية ترمي إلى إعادة تأهيل مثلا الأشخاص الذين ذهبوا القتال في سوريا والذين يقررون العودة لا نعرف ما هو مدى نجاح هذه البرامج هناك أيضا بلدان مثل بريطانيا تصبح صارمة جدا أكثر فأكثر في ملاحقتهم قضائيا خصوصا وأن هؤلاء الأشخاص لربما مارسوا شناعات وفضائع في بلدان مثل سوريا والعراق نعم على كل إنسان نتحدث عن الموقف الأوروبي تجاه ما حدث في سوريا وخلفيات هذا القرار أستاذ غالب إذا أردنا أن نوصف ما قام به داعش أو جبهة النصرة من عمليات إن في لبنان أو في فرنسا أو في غيرها من البلدان البعض يعتبر بأنهم باتوا مرتحين في سوريا والعراق وهم ينفذون عمليات في الخارج البعض الآخر يقول لا هم الآن مضغوطون في سوريا والعراق ويردون أن ينفسوا أو أن يصلطوا الضوء على مناطق أخرى إن في لبنان أو في فرنسا أو ربما لاحقا في بريطانيا أو غيرها يعني لا شك أن التفسير الثاني من الوجهة التكتيكية لشروط الصراع الدائرة في المنطقة الآن هو الأقرب إلى الواقع بمعنى أن هناك ضربات جدية وجهت لداعش والنصرة على الأرض السورية والعراقية وأسارع إلى القول فورا أن جهودا وطنية سوريا وعراقية هي التي استنزفت داعش والنصرة لأن عمليات التحالف كانت أقرب إلى المداعبة لم تكن خطوات جدية بهدف إحكام القبضة على هذه القوى وحرمانها من مواردها المالية والعسكرية والسياسية الغرب يدفع اليوم ثمن عقيدة النوم مع الشيطان التي تعاد الكرة بتبنيها مرة أخرى هذه العقيدة التي أطلقها بريجينسكي بتأسيس مكتب الجهاد الأفغاني الذي تحول إلى شبكة القاعدة فيما بعد وجددها الجنرال ديفيد بيترايوس عندما تبنى نظرية الحرب بواسطة الفصائل التكفيرية القاعدية لتدمير الدولة السورية منصات الحشد الموجودة في أوروبا هي التي ترتد وليس الخطر فقط من مسلحين عائدين يعني في أوروبا أنشئت جمعيات مرخصة ومحمية هناك محطات فضائية تكفيرية متزال تبث في الفضاء الأوروبي نحن في المجلس الوطني لإعلام المرئي والمسموع في لبنان أثرنا هذا الموضوع في اجتماع لشبكة المجالس المتوسطية للمرئي والمسموع وخاطبنا المجلس الأعلى لإعلام الفرنسي بالتحديد أن الدعاية الإرهابية التي تبس على قنوات التكفير بينما تحاصر القنوات الأخرى المعتدلة كالقنوات الوطنية السورية وقناة المنار اللبنانية وغيرها المعادية للإرهاب هذا يؤدي إلى حق دائم ومستمر للجاليات العربية والإسلامية في أوروبا وللمواطنين المتحدرين من هذه الجاليات لتنتج أجيالا جديدة من الإرهابيين عندما طورت شبكات القاعدة المختلفة سواء بطبعة داعش أو النصرة أو غيرها من أدوات فعلها الإعلامية وحدثت من وسائل الاستقطاب صار ممكن أن تنتج إرهابيين على الأراضي الأوروبية وليس فقط من من يعودون من سوريا والعراق اليوم اخترقوا موقع الاستخبارات الأمريكية تماما وبالتالي هذه حرب لا يمكن الخروج منها أو كسبها بحلول تقنية استخباراتية فقط هناك قرار سياسي يجب أن يتخذ بإنهاء مرحلة النوم مع الشيطان بالإقلاع عن حماقة استعمال الإرهاب التكفيري لتدمير دول وطنية سيدة ومستقبلها هناك من يقول بأن العمل الحثيث الذي قام به تنظيم داعش وأيضا جبهة النصرة في منطقة القلمون الحدودية القريبة من لبنان تصفية خصومها إنما هو تحضير وتهيئة للانطلاق باتجاه الداخل اللبناني اليوم ذكرت إحدى الصحف اللبنانية وذكر العديد من الشخصيات اللبنانية بأن هناك 200 مقاتل لبناني مشتبه فيهم بالارتباط بجبهة النصرة هم متوارون عن الأنظار في لبنان أليس هذا خطر أيضا جديد يحكم لبنان وينتظره لبنان؟ أستاذ عبدالله هذا خطر قائم ومستمر منذ سنوات ولكن ما ثبت أنه في لبنان لا بيئة شعبية حاضنة لتيارات الرهاب التكفيري وفي لبنان جيش وشعب ومقاومة يشكلون منظومة جاهزة في مجابهة هذا الخطر وأعتقد أن الواقع اللبناني اليوم سيكون أكثر حصانة في مجابهة هذه العملية خصوصا مع الدينامية العالية التي تظهرها مخابرات الجيش اللبناني في مطاردة الخلايا الإرخابية والبؤر الموضوعة تحت العين الصحية دائما أنا لا أنفي إمكانية وأي عاقل لا يمكن أن ينفي إمكانية وقوع عمليات كجريمة جبل محسن في أي وقت في أي مكان من الأراضي اللبنانية ولكن القدرة على إحداث اختراقات كبرى وهز الوضع اللبناني أعتقد أنها غير متوافرة على الإطلاق لدى الجماعة الإرخابية نعم على كل حال سنتحدث عن كيفية مواجهة الإرهاب هل يجب أن يواجه كما يواجه الآن بالمفرق أم يجب أن يكون هناك مواجهة دولية تحتاج إلى مواجهة موحدة من كافة دول العالم لكن بعد فاصل قصير مشاهدين الكرام ابقوا معنا لكن نتوقف مع هذا الفاصل أهلا بكم مشاهدين الكرام وأجدد الترحيبة بسيد تشارلز شوبرج وهو المحلل الأمني والضابط السابق في مكافحة الإرهاب في بريطانيا وأيضا هنا في استيديو المهدين الأستاذ غالب قنديل رئيس مركز الشرق الجديد للإعلام والدراسات في بيروت أهلا بكم مجددا سيد شوبرج إذا أردنا أن تتحدث قبل أن نذهب إلى فاصل عن الموقف الأوروبي تجاه الأزمات إن كانت في سوريا أو في العراق وتحديدا في سوريا في هذا الإطار هناك من يحمل بعض الدول الأوروبية وليس معظمها مسؤولية ما يجري على أراضيها لجهة موقفها من ما يجري في سوريا يعني يوصف هؤلاء في سوريا بأنهم ثوار بينما في أوروبا وغيرها من الدول بأنهم إرهابيون على سبيل المثال لقد كان موقف الغرب يقضي بشكل أساسي بدعم بلدان مثل إسرائيل والمملكة العربية السعودية وقطر هذه بلدان هامة جدا خصوصا قطر والمملكة العربية السعودية وهما بلدان شريكان للغرب نعم فبريطانيا وفرنسا والغرب سوف يدعمون هذين البلدين أو هذه البلدان وسوف يتم توفير أكبر دعم ممكن لهذه البلدان بالمقارنة مع إيران أيضا وأيضا في إطار العلاقات مع إيران توضع الثقة في أماكن ربما خاطئة في سوريا وحتى في لبنان هذا وضع معقد ولكن في الغرب خصوصا في بريطانيا وفرنسا والمتحدة الأمريكية بشكل خاص للسنتين الأوليين من الأزمة السورية تم تبسيط الأمور بطريقة أحدية الأطراف فوسائل الأعلام والحكومات من أجل تبرير وتعليل سياستها التي دعمت هؤلاء الثوار بين مزدوجين في سوريا وفي العراق قامت تلك البلدان بتصوير هذا النزاع كنزاع للدمقرطة ونزاع الليبرالية العلمانية ضد أباطرة الدكتاتورية وفي هذه الحالة صوروا الأسد على أنه دكتاتور وقاموا أيضا بتصوير الثوار أو المقاتلين على أنهم مقاتلون في سبيل الحرية وقد أثبت الواقع أن الحقيقة بعيدة كل البعض عن ذلك نعم وشاهدنا شخصيات أمريكية رسمية تلتقي ببعض هؤلاء المقاتلي قرب الحدود في سوريا قرب الحدود التركية نعم هذا صحيح تماما لهذا السبب أقول أنه لا بد من النظر إلى الشجرة التاريخية أو العائلية أن أمكن القول للوضع السياسي الحالي بالنسبة إلى بلدان مثل بريطانيا وفرنسا وأمريكا لم يتم دعم الثوار السوريين لأغراض حقوق المرأة وحقوق الإنسان وحقوق المواطنة بل هذه سياسة رويجية تسويقية لإقناع الناس بضرورة إعادة التدخل من جانب الغرب وعلى مر السنوات الماضية لقد أصبح من المستحيل تورية واقع أن هؤلاء الثوار بمعظمهم قد قدموا وضعا أسوأ بكثير لسوريا والسوريين وللمنطقة بالمقارنة مع بشار الأسد بحد ذاته ولكن يبقى سؤال المطروح ما هو الغرض من التدخل الغربي لهذا السبب علينا أن ننظر إلى الماضي وأن ندرك أن هذه المسألة ليست مسألة دمقراطة بل هي مسألة مصالح جيوسياسية وهذا أمر تتمحور حوله الدبلوماسية الدولية في كل حقبة التاريخ وهذا أمر أيضا ينطبق على علاقات الغرب مع بلدان مثل المملكة العربية السعودية وقطر هذان البلدان ديكتاتوريان بحد ذاتهما وهذا أمر تتغاضع عنه وسائل الإعلام في الغرب والسياسيين أيضا أو السياسيون الغربيون من أجل تبرير وتعليل تشجيع وحثي الغربيين لهذه الحركات التمردية وهذا أمر يزعزع استقرار هذه المنطقة برمتها وقد تم تصوير هذا الواقع لأنه واقع صراع في سبيل الديمقراطية والحرية هذا ما تبناه الثوار من شعارات وقالوا أن الغرض هو الإطاحة بنظام الأسد ولكن بالنسبة للغربيين كانت هذه سياسة تسويقية وكان ذلك بمثابة تشكيل حكومة سونية من أي نوع كان نعم أستاذ غالب واضح ما يقوله السيد شوبرج لم يكن الهدف هو ضمقرطة سوريا كان هناك مصالح الآن بعد ما جرى في أوروبا برأيك هل سنلحظ تغيير في السياسة الأوروبية أو الغربية ربما الأمريكية تجاه سوريا اليوم رأينا موقف وزارة الخارجية الأمريكية هناك دعوة لمشاركة الأسد في أي مفاوضات رغم أعلانهم بأنهم غير مرغوب به في السلطة يعني لو خرجت الرسائل السرية الغربية إلى دمشق لتصبح سياسة علنية لا أعلن عن علاقات تعاون وتنسيق بين القيادة السورية والدول التي تصدرت العدوان على سوريا كل هؤلاء يتحدث مسؤولوهم ومرسلوهم في الكواليس عن خطأ كبير ارتكب في التعامل مع الوضع السوري ولكنهم لا يجرؤون حتى الساعة على اتخاذ القرار بمراجعة السياسات الخاطئة التي اعتمدوها والتي بدأت تنعكس على واقعهم يعني اليوم لو راجع الرأي العام الفرنسي وقادة الرأي في فرنسا الأحاديث التي أدل بها الرئيس بشار الأسد في العامين الأخيرين لوسائل إعلامية فرنسية لا استخلصوا مغزة تحذيرات التي أطلقها من خطورة السياسات الغربية المعادية لسوريا والتي أرادت لي الذراع السورية في قضايا سيادية وطنية لا تتصل لا بالديمقراطية ولا بغير الديمقراطية في حين أن مسلحين من ثمانين دولة استقدموا إلى هذا البلد إلى سوريا هم من فلول القاعدة وجماعات التكفير وقدم لهم الدعم المالي والمعنوي والسياسي في كل الاتجاهات ولا يزال حتى الآن مستمرا بنسب معينة عبر تركيا والأردن فللأسف الحكومات الغربية حتى الآن لم تصدر أي إشارة باستعدادها لمراجعة هذه الخطيئة الكبرى التي ارتكبتها في الشرق كان لديهم رهان على إسقاط سريع للدولة الوطنية السورية من أجل نقلها من موقع إلى موقع ومن أجل تسديد ضربة قاتلة لمنظومة المقاومة التي هزمت إسرائيل وهم اليوم يلاقون ارتداد هذه الكارثة في الداخل الأوروبي بتصدير نتانياهو مسيرات إدانة الإرهاب الإرهاب الأول في الشرق وفي العالم يصبح من عنوين مكافحة الإرهاب لكن بالنهاية بعض الضحايا هم من اليهود نحن نفصل ونميز تماما بين من يعتنقون الديانة اليهودية وبين الاستعماريين الصهينة الذين يغتصبون فلسطين ويقتلون الأطفال ويعتدون على أبسط حقوق الإنسان في المنطقة هناك فارق كبير ومحاولة الصهيونية لإضاعة الفوارق ولمحوها لن تستطيع أن تنتصر على يقظة الوعي العربي والإنساني والعالمي لهذه الحقيقة أستاذ شوبرج أود أن أسأل عن موقف الاتحاد الأوروبي من تركيا هناك من يقول بأنه لا يمكن أن يمر آلاف المقاتلين قادمين من أوروبا إلى سوريا والعراق دون أن تنتبه لهم المخابرات التركية لبل هناك من يتهم تركيا بأنها سهلت دخول هؤلاء إلى سوريا البعض يتحدث عن آخر من دخل إلى سوريا وهي حياة بوموديان زوجة الإرهابي كوليبالي التي دخلت إلى سوريا في الثامن من هذا الشهر الاتحاد الأوروبي كيف ينظر إلى دور تركيا في هذا الإطار؟ أعتقد أن المدركات أو الموقف الأوروبي تجاه تصرفات تركيا متغيرة جدا ومتقلبة اليوم مثلا غررت على تويتر وقلت أن رئيس استخبارات ألمانيا اليوم قد تحدث بطريقة صارمة جدا عن تركيا وبالطبع ذلك يختبئ وراء قناع الشعار الدائم نود أن تتوقف تركيا عن مساعدة الجهاديين من خلال تسهيلها لمرور المقاتلين إلى سوريا هذه لغة صريحة على صعيد غير ديبلوماسي هذه منظمة أوروبية في أحدى البلدان الأوروبية مثل ألمانيا تتحدث بطريقة صارمة مع دولة عضو أخرى في حلف شمال الأطلسيين مثل تركيا من أجل وقف تدفق الجهاديين خلف هذا الشعار للسنوات الأولى السنتين أو ربما السنوات الثلاث الأولى كان الغرب وأمريكا وبريطانيا وبلدان أخرى تعرفوا أن الجهاديين يتضفقون إلى سوريا وإلى العراق وأن ذلك يتم عبر تركيا لأن هذه الحدود الأسهل والأمثل لمرورهم وعرفت أيضا تلك البلدان أن تركيا تساعد هذه المجموعات لمصالحها الخاصة خصوصا فيما تعلق بكردستان كانت تسهل إذن وتشجع داعش أو جبط النصرى وبلدان أخرى ومجموعات أخرى والأمروسيان نسبة إلى إسرائيل حتى أن تقارير الأمم المتحدة وتقرير حديث قد كشف على مستوى رسمي التعاون ما بين إسرائيل وجبط النصرى في هضبات الجولان وذلك لم يخفى أبدا في ذلك التقارير أما بالنسبة إلى تركيا فهناك شعور بالإحباط وهذا الشعور يتنامى في صفوف الأمريكيين والأوروبيين ويقال أيضا اليوم أن هناك دولة مثلا رسميا هي جزء من التحالف وهي أيضا عضو في حجم الأطلسي ضد داعش ولكن في الوقت عين هذه الدولة اليوم تسمع أصوات تدعوها وتحضها على وقف تدفق هؤلاء الجهديين حتى أن الجهديين يتلقون العلاج في تركيا وفي إسرائيل في المستشفيات الرسمية المعروفة وهي غير مختبئة وتركيا اليوم في حال لم تقم بأي شيء لتحاول وقف التدفقات المالية والاقتصادية الدامعة أو الداعم عفوا لداعش أو لجبهة النصرة مثلا لصادرات النفط لن تتغير مدركات العالم تجاهها وهذا أمر يعيدنا إلى الخانة الأولى لقد أدى ذلك إلى زعزعات الاستقرار في هذه المنطقة تركيا وإسرائيل وفرنسا وبريطانيا والمتحدة الأمريكية كلها بلدان قد تدخلت وغرقت في الوحل السوري من أجل خدمة هدفها ومصالحها أستاذ غالب إذا ذهبنا لنقرأ بنتائج اعتداءات شال إبدو نلاحظ أن الصحيفة المسهدفة كانت تبيع 160 ألف عدد هذا الشهر يقال بأنها ستبيع أكثر من مليون عدد الرسومات المسيئة للإسلام والعديد من الشخصيات التي كانت تنشر في هذه الصحيفة أصبحت تنشر على عدد كبير من الصحف شهدنا تظاهر يتصدرها من يمين نتنياهو كما ذكرت وانتهت باستدلال العطف للإسرائيليين بات الإسلام والمسلمين في أوروبا وربما في غير أوروبا محلة شبهة أمنية إلى غيرها من النتائج السلبية ما يطرح تساؤلات عديدة عن الأهداف من هذه العملية التي أراد أن يحققها من يقف خلف هذه الهجمات يعني الجماعات الإرهابية التكفيرية دائما ألحقت الأذى بكل الشعوب وألحقت الأذى بالإسلام بصورة الإسلام في العالم وفي المنطقة ولدى المسلمين أنفسهم يعني اليوم يفسر كثيرون موجة الإلحاد في شبه الجزيرة العربية التي تقدر بنسبة مئوية من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي تتخطط 33% من الشباب في شبه الجزيرة العربية يفسرونها بمآثر الجماعات الإرهابية التكفيرية التي تقدم هذه الصورة شوهاء عن الإسلام وهي تلحق الأذى بالإسلام وهناك من يقول أكثر إن مشغليها يريدون منها من بين ما يريدون تحقيق هذه الغاية لا شك أن الواقع الفرنسي واقع مضطرب في صعود نزعات عنصرية قد نواجه في فرنسا نتائج وتداعيات تشبه ما شهدته الولايات المتحدة بعد 11 أيلول والإسلاموفوبيا التي يجري الحديث عنها كاتجاه ثقافي عند قوى يمينية تحارب المهاجرين والوافدين والمتحدرين من أصول عربية وإسلامية وإفريقية في فرنسا والمجتمعات الأوروبية قد تصعد من حركتها ما يجب الانتباه إليه مباشرة هو أن هناك حلقة مفرغة يتغذى طرفاها معا وثم تصلات سرية بين هذين الطرفين الحكومات الغربية بسياساتها الاستعمارية في منطقتنا والإرهاب التكفيري كأداة مستعملة لخوض حروب بالواسطة بعدما باتت الأساطيل والجيوش عاجزة عن تنفيذ غزوات جديدة أستاذ شوبنج أود أن أخذ منك التعليق على قضية طالما نتحدث عن الإرهاب هناك إرهاب بأوجه جديدة وبشيع إذا صحى التعبير نلاحظ موجة جديدة من استخدام الأطفال في نيجيريا فتاة صغيرة تفجر نفسها في سوق شعبي في العراق داعش تكشف عن أصغر انتحاري لم يبلغ الرابعة عشر من عمر كما سنشاهد صورته الآن بثت اليوم صورته وهي لأصغر انتحاري فجر نفسه في منطقة قريبة من سامراء في العراق قبله أحد الفتية بعمر الخمسة عشر عاما يسلم نفسه للطيوة الأمنية قبل أن يفجر نفسه طبعا هذه صورة الفتى الذي فجر نفسه في ريف سامراء في باكستان نشاهد هجوما يستهدف أطفال هناك أكثر من 130 طفلا قتلوا في هجوم استهدف مدرسة للأطفال في بيشاور يعني هذا الاستغلال للأطفال أو الاستهداف في الأطفال لم نره سابقا في تاريخ الحركات ربما التكفيرية إذا صح التعبير مع داعش نشاهدها ومع النصر أيضا نشاهدها نعم بالطبع الثقافات وتستخدم الأولاد بطريقة مختلفة مثلا هنا بالنسبة إلى المجموعات المنشقة والإرهابية تستخدمهم بهذه الطريقة لو المتحدة كانت تدينوا استخدام الأطفال للأسلحة الثقيلة في الحرب في سوريا ولمدة أكثر من ثلاث سنوات سمعنا تقارير تدين الكثير من المجموعات المتمردة في سوريا لتجنيدهم الأطفال نعم هناك منظمات مثل منظمة رصد حقوق الإنسان Human Rights Watch وأيضا منظمة العفو الدولية Amnesty International التي أدانت هذه المجموعات ومنذ تقريبا سنتين صدر تقرير بالنسبة إلى الأمم المتحدة يتحدث عن استغلال الأطفال في أحدى مخيمات أو معسكرات التدريب التابعة للمجموعات الثائرة في سوريا هذه الظاهرة قد مرت مرور الكرام بالنسبة إلى العالم الذي غضت طرف عن هذه الظاهرة وأيضا على المستوى التعبوي التكتيكي يمكن القول أن استغلال الأطفال أقل كلفة بالنسبة إلى المجموعات الثائرة وإن أردنا أن نطبق ذلك على باكستان أو على العراق وعلى سوريا نجد أن ذلك صحيح هؤلاء الأطفال ليسوا مفيدين جدا في صاحة المعركة من أجل القتال المباشر والقريب لكن بإمكانهم أن يقوموا بالدخول إلى بعض الحالات التي يعجز البالغون عن الدخول إليها لأنهم لا يثيرون شكوك مثل البالغين أو حتى بإمكانهم أن يتعرضوا لغسل الدماغ بطريقة سهلة جدا أما بالنسبة إلى استهداف المدرسة التي تم تفجيرها في باكستان أعتقد أن الطالبان قد أوضحت في وزيرستان وفي أماكن أخرى أن البريئين قد توفوا وقد قتلوا في ذلك الاعتداءات بأعداد هائلة ومنهم الكثير من الأطفال وقد سعت حركة الطالبان إلى قتل أكبر عدد من الأطفال من أجل استقطاب انتباه العالم واسترعاء انتباه أيضا وسائل الإعلام وتصدر الصفحات الصحف الأولى واسترعاء هذا الانتباه وفي حال استجاب الجيش بقتل هذا العدد الهائل من الناس عند إذن ذلك يخدم مصالح البروباغندا الخاصة بحركة الطالبان وتلك المجموعات ساذ غالب أيضا أود منك التعليق طفل في عمر الرابعة عشر يذهب يفجر نفسه في مجموعة أو في سوق شعبي كما ذكرت أحدهم سلم نفسه للقوى الأمنية يعني عملية استغلال الأطفال في هذه الحروب التي نشهتها منذ أربع سنوات في منطقتنا يعني حركات التكثير الإرهابية تستبيح كل المحرمات وهي تستخدم هذه الوسائل في سياق دورها التدميري على مستوى مجتمعات المنطقة كما تفضلت بالإشارة هم يستهدفون الأطفال بالقتل ويستخدمونهم كأدوات للقتل أيضا حصل تفجير في مدارس حمص لا يقل بشع عن الذي حصل في بشاور نحن أمام حالة تشكل تهديدا لمجتمعات المنطقة عقائد تدميرية تقوم على الدم والقتل بأبشع أشكاله وصنوفه وهي قوة إلغاء حتى في صراعاتها الداخلية إذا أجنيحتها المتقابلة ولذلك الأمر يحتاج إلى عمل متعدد المستويات ليست فقط المواجهة العسكرية والأمنية هي المطلوبة نعم باختصار أود أن أسألك طبعا الهجمات لم تشمل فقط بريطانيا لم تشمل فقط باريس لم تشمل فقط لبنان والسوريا والعراق آخر الهجمات قبل أسبوع استهدفت مركزا حدوديا سعوديا أي أن كرة النار بدأت تقترب من الدول الخليجية برأيك كيف ستتصرف دول الخليج إزاء هذا؟ وهل كما ذكرت سابقا بدنا بحاجة إلى تعاون دولي لمواجهة هذا الإرهاب؟ بدون شك لا بد من تعاون دولي لا بد من تعاون إقليمي المشكلة عند الحكومات الخليجية كما هي عند الحكومات الغربية لا يمكن التعامل مع هذا الموضوع بدون مراجعة السياسة العدوانية تجاه الدولة السورية واتجاه المجتمع العراقي ما لم يتم تفكيك منصات العدوان ومنطق العدوان وستراتيجية العدوان لن تكون لدى هذه الحكومات القدرة على مواجهة تداعيات الإرهاب وانعكاساته هي تتعامل مع النتائج وتترك الأسباب على سيرها خصوصا وقد أقيمت منظومات تتولى اليوم إسرائيل جانبا منها على سبيل المثال كما أشار نعم صديق من لندن اليوم إسرائيل موجودة على الخط تركيا لا تزال تقيم منظومات الدعم والإسناد قطر والسعودية إلى هذا الحد أو ذاك لم ينسحبا كليا من تغزية موارد الإرهاب في سوريا والعراق تصدير خطر الإرهاب إلى الخارج والركون إلى أننا آمنون بعيدا هي فرضية سقطت اليوم بدليل أن الخطر يقترب وعناصر الاحتراق حتى في الداخل في دول خليج موجودة وبات على الجميع أن يستعد أن يتحرك سيد شوبرج على مستوى بريطانيا يعني أنت في لندن على مستوى بريطانيا كيف يتم التحضر لإمكانية أن يكون هناك عمليات إرهابية هل نشهد حركة استنفار أمني كالتي نشهدها في باريس أم أن الأمور ما زالت كما هي؟ كل شيء بقي على حاله ولكن في بريطانيا أصلا هناك الإنذار الثاني الأعلى وهو الإنذار الذي يسمى باللغة الإنجليزية سيفير أي الخطر الشديد بعد مرحلة إن تم تصعيد هذه التدابير سنصبح في مرحلة الكريتكل بلغة الإنجليزية أي ما يعرف بالخطير جدا هذه الحالة هي التي تحدد استجابات الأجهزة الأمنية كما سبق وذكرت في البلدان الأخرى مثل فرنسا مثلا وجود الجنود في نقاط تفتيش في الشارع في كل الأوقات هذه الأوضاع هي السائدة اليوم في لندن سوف أعطيك مثالا على ذلك مثلا الأشخاص الـ 52 الذين قتلوا في شهر دموز يوليو من سنة 2005 كان ذلك أشد اعتداء وأسوأ اعتداء على مر السنوات الأخيرة في بريطانيا وحصل ذلك بعد بضعة أيام قليلة فقط من تدني درجة الصرامة في التدابير الأمنية لكن ما من علاقة مباشرة ما بين الأثنين إذا ما كانت التدابير الأمنية متدنية ليس ذلك بضرورة يعني أن الاعتداءات سوف تحصل أو أن السلطات تعرف أن ما من اعتداء وشيك ولكن بالنسبة إلى الفرص التي يستغلها الأشخاص في الحكومة اليوم لدينا تحضير للانتخابات في بريطانيا ولدينا حكومة تسعى إلى الابتعاد قريلا عن الشركاء والحلفاء الليبراليين الذين سوف يخضون هذه الانتخابات والذين يريدون أن يصطفوا اليوم من أشد المعادين للإرهاب ولتلك السياسات إذن هذه الأحداث تستغل أيضا من جانب هؤلاء المسؤولين رئيس المزراء مثلا يستغل هذه الأوضاع في حال وعيد التخابات وقتنا سيد شوبرج أشكرك سيد شارلز شوبرج المحلل الأمني والضابط السابق في مكافحة الإرهاب كنت معنا من لندن وأشكر أيضا الأستاذ غالب قنديل رئيس مركز الشرق الجديد للألام والدراسات في بيروت كان معنا هنا في استيديوهات الميدين مشاهدين الكرام الشكر لكم على متابعتكم لهذه الحلقة سنكون معكم في حلقات أخرى من حوار الساعة بأمان الله اشتركوا في القناة